سلام ونعمة سلام ونعمة ظلمت واحد في عرقه جبته يشتغل عندي وبعد ما خلص شغله أعطيته أجرأ ليلة جدا وكنت فاكرها شطارة وأنا في السلاسينيات رغم أني كنت بروح الكنيسة وبتناول هو تضايق ولكن لم يفتح فمه وأهد بعضه ومشي أنا كملت حياتي لكن وبعد سنين طويلة ضميري مقنبني وتذكرت ما فعلت وحبيت أصلح الغلطة ودوّت على الراجل ولقيته مريد فراش في حالة خطرة عند أحد الأفراد تركت خبر أنه له عندي أمانة وتركت تليفوني ولكن أحدا لم يتصل أو يسأل هل يمكن أني أعطي الأمانة دي لحد آخر وربنا سمحني على اللي عملته لا فرصة أنه عيانه في حالة خطر روحيله زوريه عند الراجل بكالي أنت عرفته وفيه ده ما تتكبرش أنك تروحيله روحيله وقوله أنت ليك عندي أمانة كذا 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 بتاع إيه دي الفرص كنت أنت اشتغلت عندي والفرص دي كانت ليك وأنا ما أدتها لكش فدي أمانة جايبها لك فلو شمعت أخطها عشان وتسمحني على التأخير ده كله وتروح تدهاله يا بنتي مش لحد غيره ليه هو روحيله هناك والدهاله لو ما كانش بيتكلم أو عنده شوعي ادهال الناس اللي هو قاعد عندهم هم حسرفوا عليه منها ادهاله هو هو اللي سايد بيها كنت ندرت أصوم العدرة 15 يوم من غير سمك وده من 5 سنين لمشكلة شخصية وحاليا أنا كنت عامل عملية الأيام اللي فاتت ومش قادر أصوم وعاوز أأكل سمك ينفع أرجع أصوم صيام العدرة تاني زي الدرجة التانية طبعا وصوم العدرة خلاص يعني كل صوم طيبة خلص يعني ما ينفعش ليه هو أصلا هو أصلا صوم العدرة كليسة قالت عليه كم يوم 15 يوم وقالت فيه كمان إن صوم الدرجة التانية يعني مسموح فيه بأكل السمك زيه زي صوم الميلاد المجيد زيه زي صوم الرسل الأطهار يعني فيه صيامات كتير في الكنيسة الكنيسة سامحة بأكل السمك من ضمنهم صوم العدرة كنت انت خدت قانون غلط وانا دايما بيش بوافق على كده في حاسمها أصوم العدرة من غير صوم السمك ليه ليه يعني الكنيسة يعني بحباحها معايا أنا دايقها على نفسي ليه يعني حاجة غريبة جدا جدا يعني اندري فلوس للفقراء اندري فلوس لإخوت الرب اندري فلوس للكنيسة اندري أي حاجة معاينية ما جدي بقى سمي ربنا في الكنيسة لكن تصومي من غير سمك يعني يا ربنا حستفيد من ده يعني السم ده بيرجع للإنسان بس الواحد يصوم بروحانية يصوم بمتنيات يصوم بدموع يواصب على صلاة المخدع الأشبية تسبحة هو ده سمي مقبول عند ربنا سيتنا بعد كده يا جماعة اللي سمعيني كلهم على مستوى العالم نلتزم بقانون الكنيسة نلتزم بتعليم الكنيسة بتقوص الكنيسة اللي عاشها أبقنا الإديسين كلهم طول عمرهم كده سمحت بقى أكل السمك اوكي اللي عايز ياكل سمك اللي مش عايز ياكل هو حر لكن لو أكل ما هياش خطيئة عليه ولا ضعف روحي ولا مستوى أقل ده كنيسة اللي بتقول كده يعني سوم الدرجة التانية ربنا معاك يا الله يحال ملت في سمك الله يحلك وما تحطيش قوانين لنفسك في السمات من غير موافق قبل أتراه